هناك الأقبات على روسيا وأيضا هناك أيضا المزيد من الصحة التي تأتي إلى أوكرانيا من أجل تصحيح الموقف ونحن نؤمن بأننا سنستطيع ذحر روسيا وسوف نكون أيضا قادرين على تربية كل التوقع فيما يتعلق وأشكركم على حسن استماعيكم وأشكركم على هذا الموضوع الذي ناقشناه معا منذ التكامل مع الاتحاد الأوروبي يسعدني أن أكون معكم مرة أخرى ودعني أقول ما أشرح الآن ما حدث في الاجتماع هذه هي الزيارة الرابعة ومعي هنا فريق المفوضين وهؤلاء المفوضين مع الحكومة الأوكرانية والاجتماع في هذا المكان سوف نكون قادرين على ضمان الاستدامة للشعب الأوكراني ولكن كيفية بناء مستقبل أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي مضى الآن سنة على قيام بوتين بالاعتداء على أوكرانيا وأظهرت هذه الحرب مدى بسالة وشجاعة الشعب الأوكراني وكذلك أيضا أظهرت اتحاد العالم ضد الشر وكانت أوروبا منحازة إلى الجانب الأوكراني منذ أول يوم لأننا نعلم بأن مستقبل هذه القارة كتبها هنا نحن نعلم أنك تقاتل ليس من أجل نفسك ولكن من أجل الحرية حرية الشعب الأوكراني هذه الحرب من أجل الديمقراطية ضد نظام سلطوي إن بوتين يحاول إنكار وجود أوكرانيا ويضع أيضا مستقبل روسيا على المحكة إن ما قلته اليوم يعطي إشارة واضحة بأن الاتحاد الأوروبي مستمرة في دعمها لأوكرانيا وسوف نستمر في هذا الدعم كما لأننا دائما نحرص على دعم القانون الدولي وحقوق الإنسان ولذلك فالنقطة الأولى هو أولا ضمان الأمن الاقتصادي لأوكرانيا في العام الماضي وعدنا أوكرانيا بأنه سوف يكون هناك دعم مالي مستمر ونحن التزمنا بهذا الوعد منذ أسبوعين قدمنا الحزمة الأولى من الحزمة المالية المقررة للعام 2023 كل كذلك أيضا تم تقديم الدعم المالي والإنساني منذ بداية هذه الحرب وصل حتى الآن إلى 400 مليار يورو وهذا كذلك أيضا فإن نحن نعمل على ضمان الأمن الطاقة في أوكرانيا إن هجمات بوتن التي لا تتوقف ضد البنية التحتية فإنه يحاول إخضاع الشعب الأوكراني إليه إنه يحاول ممارسة كل الضغوط من أجل نظام أوكرانيا لكننا نعمل سويا من أجل إعادة البنية التحتية الأساسية لأوكرانيا وإعادة الطاقة إلى المنازل الأوكرانية والآن أصبحت اللمبات وكل المصابيح متاحة في المحال لأوكرانيا وتم توريدها من أوروبا وهي جميع المصابيح الليد تم تصديرها من أوروبا إلى أوكرانيا لمساعدتهم في إضاءة وهذه سوف تساعد أيضا في إعادة المصابيح كذلك عملنا أيضا على الضمان بأن شبكة الكهرباء الأوكرانية تعمل بكفاءة عالية واليوم على سبيل المثال أقول بأننا قدمنا حوالي 2400 مولد كهربائي منذ بداية هذه الحرب وكذلك أيضا الدول الأعضاء في مجتمع الطاقة تعهدت بتقديم مليار ونصف يورو لشراء أجهزة كهربائية لأوكرانيا كذلك قدمنا الدعوة إلى أوكرانيا لشراء كل المصادر المتاحة لدينا من الأجهزة الكهربائية نحن نعمل أيضا على المدى القصير وطويل في مجال الطاقة وبدأنا بالفعل البحث عن مصادر بديلة للطاقة وكما قلت فإننا نضع في الاعتبار أن تكون أوكرانيا رائدة في صناعة الطاقة المتقددة وهذا هدف يجب تحقيقه الطاقة المتقددة لن توجد فقط طاقة نظيفة ولكنها سوف تضمن أيضا على أمن الطاقة من أجل أوكرانيا نحن نعمل الآن على توفير الحزم المالية من أجل إنشاء مصانع التي تعمل بسولر ونحن ندعو كل الشركاء وكل الدول الأعضاء إلى انضمام إلى هذه المبادرة الهدف من ذلك هو إنارة وتغفير الطاقة للمناطق والمنشآت العامة والعنصر الأخير في ملف الطاقة وقعنا على مذكرة التفاهم على الغازة المقابل للمتقدد وهذه خطوات ثابتة من أجل إعادة بناء أوكرانيا وتوفير الطاقة صديقة البيئة لها نحن في هذه الحرب نعمل سويا ونحن نعمل على إعادة هذه البلدة الجميلة وإعادة البناء سوف يبدأ الآن ونحن نعمل على توفير مليار يورو لعملية إعادة البناء السريع وأيضا سوف يتم تقديم المزيد من الحزن المالية لإعادة إعمار أوكرانيا الموضوع الأهم الذي نركز عليه هو بالفعل إعادة الإعمار وهناك تنسيق بين الدول الإعمار وهناك منص لتنسيق المساعدات المالية لدعم أجندة الإصلاح في أوكرانيا وسوف يقود هذه المبادرة ممثلون عن أوكرانيا وسوف يكون هناك ممثلين في بروكسل وفي كيف لهذه المبادرة هناك حوالي 70 دولة والعديد من المنظمات الدولية مستعدة لتقديم الأشخاص والخبراء لأمانة هذه المبادرة حتى نقوم بعمل زخم لهذه الأنشطة والوصول في نهاية المعطاف إلى نجاح هذه المبادرة نحن الآن رسالتي واضحة نحن الآن نجبر بوتين على دفع فاتورته هذه الحرب ترجمة نانسي قنقر